موضوع ده مش بس مهم هو موضوع حلو قوي تنسئية شباب الأحزاب والسياسيين قالوا احنا هنعمل لجنة هذه اللجنة شغلها هي دمج وتأهيل المفرج عنهم قبل ما هرحب بضيفي انا بس عايزك تاخد بالك من حاجة ناس تفرج عنها خلاص لكن ان انا قعد يبقى عندي اهتمام حقيقي واصيل وعملي فان انا اشتغل على الدمج والتأهيل دي خطوات ما بتتخدش في دول كتير بالمناسبة بل في اغلب الدول بل ان انا من غير ما هقولك اسم دولة في دولة من الدول والحابة تعمل حاجة زي كده والحقيقة خطواتها لم تكلل بنجاح لا اسبابهم مش موضوعنا هنا بقى ابدأ اتكلم اكتر وبالتفصيل واستفهم زي بيتقال من الاستاذ طاهر ابو زيد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين زكا طاهر عامل ايه اخبارك ايه كله تمام واحدة واحدة بقى عليك ده نبتدي من الحكايات حقيقة انا حابب ابتدي بس كنت لسه بستمع لحضرتك وحضرتك بتعرض المشاهد الاستثنائية اللي موجودة في مهرجان العالمين والحقيقة ان دي مش بس مشاهد استثنائية لا ده كمان ده مجهود استثنائي من الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مجهود جبار وهي دي مصر اللي بجد ويا دي المشاهد اللي لازم نسلط عليها الضوء ولازم العالم كل يشوفها وهما دول ولاد مصر الحقيقيين وهي دي المشاهد هو ده هي دي بداية الجمهورية الجديدة طبعا انا اتمان دايما ان الناس تاخد بعضها تمسك التليفونات تصور صورة لطيفة جميلة صورها ومش بقول لك اعمل بقى حاجة حطها بس على الفيسبوك بتاعك عايز تعمل حاجة لطيفة تحطها على تيك توك انت حر عايز تحطها على انستجرام انت حر بس ده اسهامك في انك تبقى عملت حاجة للبلد يعني عشان اقل ما يمكن يقول لك ايه وانا اقدر اعمل ايه ده انا مثلا طالب في تالتة سنة وانا طالب في الجامعة ده انا راجل لسه متخرج جديد يعني ما اعمل كده بس يعني اقل اقل شيء ممكن نقدمه في مشاهد زي دي وهي دي الحاجات اللي تستحق ان احنا نروج لها على السوشيال ميديا وان العالم كل يشوفها يعني فيه وعلى غرار زلك حيات كتيرة جدا ومشاهد ايجابية كتيرة جدا لازم نسلط عليها الضوء خلال الفترة اللي فاتت مجهود جبار الحقيقة يعني كان واجب التحية للشركة المتحدة وكل القائمين على هذا المهرجان جدا جدا طيب قبل بقى تدشين لجنتكم لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عامهم ابدأني الحكاية من اول كان يا مكان البداية الافكار الحقيقة انه البداية كانت منذ ان وجه السيد الرئيس بقعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في ابريل العام الماضي السيد الرئيس لما وجه بقعادة تفعيل لجنة اللجنة اشتغلت بدور كبير جدا وكان من ضمن توجهات السيد الرئيس في ابريل العام الماضي انه اللجنة مش بس تقتصر على اعداد قوائم للعفو الرئاسي او ترشيح من تنطبق عليهم معايير العفو الرئاسي ولكن ايضا تشملهم اللجنة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم الناس دي بعد ما تخرج هيبقى مستقبلها عامل ازاي الناس دي هنتبعهم وندعمهم انهم يمرسوا حياتهم بشكل طبيعي في المجتمع ويندمجوا في المجتمع ويعودوا لأشغالهم والأعمالهم ازاي وهنا جيه دور التنسئية بحس وطني شديد ومسئولية سياسية ملقاة على كيان كبير زي تنسئية شباب الأحزاب والسياسيين انها تتبنى هذا الدور في اعادة دمج المفرج عنهم سواء بقرارات عفو رئاسي او بقرارات من النيابة العامة اخلاءات سبيل من النيابة العامة ده من هنا كانت البداية والحقيقة انه اللجنة بشرت عملها في سبتمبر الماضي ولكن كان بجهود غير معلنة كانت بجهود غير معلنة بتعاون وصيق جدا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وبمتابعة ويعني متابعة كبيرة جدا مع لجنة العفو الرئاسي لان هي اللي بتعد القوائم المفرج عنهم وهي اللي بيبقى عندها الحصر والأسماء فكان فيه متابعة معاهم ويتنصيق دائم مع لجنة العفو الرئاسي تدهينا نشتغل من سبتمبر الماضي إلى الآن اللجنة يعني المساق الأخلاقي بتاعها او المساق عمل اللجنة بشكل كامل هو الحفاظ على السرية والخصوصية للبيانات المتاحة عندنا وتواصلاتنا حتى مع المفرج عنه مش بس ان هم في حالات بتتصل وبتحاول تتواصل وتتلقى الخدمة لا احنا يعني تطرقنا إلى أبعد من ذلك انه كان فيه أعضاء من لجنة الدمج والتأهيل بيسافروا محافظات يقابلوا عدد من الحالات ولا سيامة الناس اللي مشهورة او النشطاء السياسيين المعروفين يعني ما بحبش هستخدم لفظ مشهورين قوي النشطاء السياسيين المعروفين الموضوع ما كانش مقتصر على ده بس كان الهدف بالنسبة لنا كمان ان احنا نوصل للحالات اللي بيجدوا صعوبة في التواصل لتلقي هذه الخدمة واللي ما حدش بيقدر يسمعها او يتواجد معها الحقيقة يعني قمنا بمجهود كبير جدا ولفنا عدد من المحافظات يعني من اسكندرية للسعيد للسويس للدلتا في محافظات كتير جدا يعني اعضاء اللجنة خدوها خلال الفترة الاخيرة الى ان تم تدشين اللجنة رسميا من منذ خمس ايام تقريبا تم تدشينها رسميا وتدشينها كان تكليلا لجهود اللي عملناها خلال الفترة اللي فاتت وايضا لاطلاق رابط الكتروني لتلقي هذه الحالات لانه موضوع القيمة المضافة اللجنة بدأت تعملها وتسهم فيها في الدوير المحيطة بهذه الحالات ان هم بدأوا حتى يتواصلوا مع بعض ويعرفوا بعض انه فيه جهود من التنسئية لاعادة دمج المفرج عنهم وفيه خدمات فعلية بتتم للمفرج عنهم فاطلقنا لينك الكتروني لتسجيل هذه الحالات ولسهولة حتى فرز الحالات وترتيب الاولويات ويعني هو ما فيش يعني ما فيش حالات متشابهة مجهود بيبقى مجهود جبار جدا لانه اغلب الحالات اللي بتيجي بيتم فرزها بالكامل تحديد اولويات معرفة معوقات كل حالة البحث عن حل لكل المشاكل اللي بيواجهوها هذه الحالات او هؤلاء الحالات وابتدينا نشتغل على عدة محاور رئيسية في اللجنة اول محور كان بالنسبة لنا هو الدعم الصحي والنفسي للجنة ثم الدعم الاجتماعي ثم الدعم المهني وتوفير فرص عمل لبعض الحالات يعني بشكل كامل حتى دعم مجتمعي والامر بس لم يقتصر على هذا الدعم فقط بل تطرقنا ايضا الى فكرة التمكين السياسي والدعم السياسي يعني بعد ما منقلص برنامج هذا البرنامج في التأهيل بنتوجه على طول للتأهيل السياسي لهذه الحالات بغض النظر عن التوجه السياسي او الايدولوجية السياسية بكل حيادية ومهنية وفي سرية تم كمان بيتم تأهلهم سياسيا دعين عدد كبير منهم جدا للورش المقامة وورش الحوار المقامة في التنسيئية صالونات التنسيئية اللي كان بيناقش فيها عدد كبير جدا قبل انطلاق الحوار الوطني في قضايا سياسية هامة جدا عدد منهم كبير جدا شارك كمان دعمهم ان هم يشاركوا عن طريق قنوات شرعية وقانونية للممارسة السياسية وفي عدد من الحالات اصبحوا اعضاء في احزاب سياسية الآن عدد منهم شارك في جلسات الحوار الوطني وكانوا عدد منهم متحدثين في هذه الجلسات ايضا كل هذا نتاج عن مجهود كبير جدا بتقوم بيه اللجنة مع هؤلاء الحالات طبعا على الشق الاجتماعي وعلى الشق الصحي والنفسي عدد كبير جدا تم يعني دعمهم نفسيا ودعمهم صحيا وعلاجيا انه في حالات كتيرة جدا كانت بتحتاج تدخل علاجي عاجل وفي احيانا تدخل جراحي وعمليات جراحية تمت المساهمة في هذا الشق الشق النفسي بيتم على ايدي متخصصين في هذا المجال ودعمهم والموضوع لا يقتصر على الحالة فقط بل امتد ايضا لأسارهم واطفالهم كان هناك دعم نفسي واجتماعي ليهم واجهتنا طبعا عدة مشاكل وكان يعني من ضمن في حالات مثلا بيبقوا يعني اتقبض عليهم بعد ما خرجوا سابوا الشغل فيه اجراءات قانونية ولا احية تمنع عودتهم من الشغل هناك توفير عدد فرص من العمل اللي تم توفيرها لهؤلاء الحالات ورجعوا بشروا عملهم في عدد من المفرج عنهم يعني رغبوا انهما يرجعوا اعمالهم في عدد من الجهات والوزرات بالفعل تم زي وزارة البترول في البعض عاد لمباشرة عملهم فيها وزارة الكهرباء في عدد من الجهات الناس رجعت بالفعل شغلها ويعني استقرر بشكل كامل عندنا مشكلة كانت بتواجهنا في الطلبة المفصولين من الجامعات والمدارس بسبب تغيبهم بسبب فترة الحبس بتدينا نتواصل مع بعض الجهات المعنية والمسؤولين عن هذا الامر نحن نحاول نرجعهم بس طبعا فيه يعني قوانين واجراءات تحول دون رجوع هؤلاء الحالات خاصة في الجامعات فتدينا نشتغل على شق بديل ليكون فيه يعني عشان يبقى عندنا حتى تنفيذ سريع ويبقى فيه مجهود على الارض واضح جدا وفرنا عدد من المنح الدراسية في الجامعات الخاصة والحقيقة بشكر كل اللي ساهم معنا في هذا الموضوع بتوفير منح الدراسية في جامعات خاصة ان الناس دي تستكمل تعلمها وعلى غرار هذا الدعم وهذا المجهود اشياء كثيرة جدا دي الحكاية من بدايتها دي الحكاية هناخدها كده بشكل اكثر شمولي فيه بقى تفاصيل لسه انا عايز اعود احكي عليها ومنها انت زا قلت جملة لطيفة جدا قلت انا بحبش اقول النشطاء السياسين المشهورين مسألة التصنيف ما بين المشهور وغير المشهور في السياسة ده تصنيف كارسي الحقيقة فانا مبسوط قوي ان انت استخدمت الحكاية دي انا ما بحبش الكلمة دي عايز اروح لها شوية وهنتكلم عليها وهنتكلم اكتر على مسألة الدمج جوه المجتمع يعني من اراد ان يعود الى عمله طب وعمله كان بيستقبله زي ونفس ذات المؤسسة او الشركة الى اخير وعملته ايه علشان يحصل هذا الدمج ومسألة القبول وعدم ان احنا نشعر هذا الشخص بانه ده اصله كان قبل كده محبوز فيطرها هنتعامل معه ازاي ويحصل حساسيات زي ما بتقال في شكل التعامل استأذنك نطلع للفصل ونرجع مرة تانية هنتكلم مع ضفنا العزيز المسيس طهر او زيد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حول لجنة الدمج والتأهيل استنونا من افرجا عنهم هناخدها واحدة واحدة مسألة بتاعت المشهور وغير المشهور في السياسة انا ما بحبش التوصفات دي انا ليه بقولك ده جيد وبقوله يعني افهم وجهة نظرك وجهة نظري انا لانه هي مش معقول انه لو حد عنده شلة كبيرة فهيعمل معاملة تفضلية واخر كان يعمل عملا سياسيا هو بقى مقبول مش مقبول رأيه صح رأيه غلط مش دي قصتنا النهاردة ولكن مش لانه عنده شلة واسعة والكثير من المؤيدين او الهاتفة وكلام من ده فيبقى هيعمل معاملة اقل في المستوى انتو تعاملتم عداز زي جوه اللجنة هو ده المساق يعني المساق اللي اخدناه ما بيننا وما بين اعضاء اللجنة مع بعض ان احنا نشتغل حاجتين لا تفرق ما بين مشهور وغير مشهور ولا تقول لي ده جاي من الحتة الفلانية ولا ده جاي من الحتة الفلانية او توجهه كذا او توجهه كذا وبعيدا تماما عن التوجه السياسي والايدولوجيا احنا نمارس هذا الدور من باب مسئولية سياسية على التنسئية ومن باب الحيادية التامة ما بين كافة الايدولوجيات يعني في الاول وفي الاخر هي التنسئية منصة حوار صحيح منصة حوار تجمع اليمين وتجمع اليسار المؤيد المعارض جميع التوجهات فيها جميع الألوان فإحنا لا نطغى على لون بعينه أو يتم يبقى فيه محاباة للون بعينه ده دور ومسؤولية علينا نمارسها بكل تجرب بكل حيادية والأهم في الموضوع أنه الخدمة توصل لمستحقية لأنه فيه عدد كبير جدا من المفرج عنهم ما بيقدروش يتواصلهم ما عندهمش قالية أنه حد يعرف مثلا أنه التنسئية بتعمل دور فلما بيعرف من حد زميله وخاد التجربة فيقوله ده فيه تجربة فيه تنسئية شباب الحزاب والساسين وبيعملوا واحد اتنين تلاتة اربعة فيبدأ هو يتواصل إحنا ابتدينا للمشوار ده من بدري شوية لما ابتدينا نروح للناس في محافظاتها ونسمع مشاكلهم ونحدد أولوياتهم ونشوف عايزين نبتدي معاهم منين الحالات دي في الأول وفي الأخر لما بتيجي بيتم فرزها حالة حالة تحديد أولويات هتبدأ مع مين مين مشكلته مين محتاج تدخل صحي عاجل أو تدخل علاجي عاجل مين محتاج يعني تأهيل نفسي نظرة المجتمعية طبعا بتفرق كميش أقولك نظرة المجتمع للخرج تعاملتوا معها إزاي أهلتوا المجتمع ده انتهى دهان مش أقولك هتأهل مصر كلها بس انت كمان عايز تأهله هو إنه يقدر يندمج جوه المجتمع ويتقبل أحيانا النظرات أو الكلمات النقدية أو حتى الرفضة أو على الأقل في مجتمعاته الديقة يعني دهو القرية جوه الأسرة جوه محيط العمل محيط الدراسة هم كمان يستقبلوه ده هاي فانت بتبدأ مع الشخص نفسه يبدأ هو يغير فكره يغير طريقته في التعامل لأنه جاي من موضوع صعب جدا ترجع تدمجه في الحياة الطبيعية بشكل طبيعي فيبدأ يتعامل تعاملاته مع الناس عاملة ازاي وبعدين ثم تنتقل لي تعاملاته داخل الأسرة هو متغيب بقى له فترة كبيرة فطبيعي لو فيه أولاد هيتعاملوا معاه بشكل مختلف مستغربينه وفيه زوج هتتعامل معاه بشكل مختلف فبتبدأ مع الشخص نفسه ثم مع الأسرة فيبدأ يشكل طاقة إيجابية أو وعي إيجابي تجاه محيطه اللي هو بيعيش فيه زي أسرته ثم يبدأ يتعامل مع النطاق الخارجي اللي هو الشارع الحي المكان اللي هو ساكن فيه ثم بيقيت العمل هو من نفسه هو اللي بيبدأ يغير نظرة الناس لي من خلال سلوكه من خلال أفكاره من خلال توجهاته وهو بيبدأ اللغة نفسها بتتغير الشكل بيتغير تبدأ تديله طاقة إيجابية طول الوقت فهو ده اللي بيستهلك مجهود كبير جدا في التحول من الطاقة السلبية اللي كان عايش فيها لا أنت عنصر فعال في المجتمع دولة محتاجاك مصرفة حقديها للجميع والأبناءها المخلصين ونقصد هنا المخلصين اللي هم خرجوا بقرارات عفو رئاسي وتنطبق عليهم شروط لجنة العفو الرئاسي أو معايير العفو الرئاسي أي لم ينضم الجماعة إرهابية لم تلطق إيديه بالدماء لم يمارس عنف لم يحرد على عنف كل دي معايير مهمة جدا في قبوله سواء في لجنة العفو الرئاسي أو قبوله حتى عندنا في لجنة الدمج والتأهيل دي قاعدة السبتة اللي عندنا فإحنا بنستقبل كل الحالات اللي بتنطبق عليها هذه المعايير فتبدأ يخش عندك تبدأ تتعامل معاه على حسب الأولوية اللي هتبدأ بيها تبدأ باني ورحبا الأولوية هسألك على سؤال برضو أنا من ناس اللي بتستخدم تعبير الرفاق لأنه فيه ناس كتير من اللي كانوا تم الإفراج عنهم أصدقاء فعلا ورفاق يعني الرفاق اللي خرجوا دول أغلبهم كانوا اللي لم يكن كلهم أصحاب مواقف حدية يعني بينظر للأمور دايما ويمكن كان دي مثلا اختلفاتنا زمان إنه الأمور لا تقاس بلونين أبيض أو أسود لا السياسة فيها ألوان كتير فيها تفاوض فيها حديث فيها أحيانا قطع هذا الحديث ثم العودة لي إلى آخر حوار وطني زي ما بيقول دلوقتي الشخصيات اللي بتاخد المواقف الحدى دي اتعاملتوا معي إزاي ودول الغالبية موقفه حدي أبيض أسود قدرتوا إزاي تتفهمه وتتكلمه وتتعامله وتصله إلى مرحلة إنه إحنا عايزين الصالح بتاعك فافتح قلبك افتح مدركك وكمان بدأ إزاي يتعامل مع المجتمع هو الحقيقة سيد الرئيس قال جملة مهمة جدا 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 لما قال الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضي صح دي كانت قاعدة اشتغلنا عليها أيضا ليك مهما كانت توجهاتك أو أرائك السياسية أو إيدولوجياتك إحنا لا ننظر لهذا ولكن إحنا بنتفق أنا وإنت على قاعدة مهمة جدا من إحنا عايزين البلد دي تبقى أحسن بلد في الدنيا أنت عندك أفكار وطرع من وجهة نظرك أن هي أفكار مهمة وبناءة في هذا المجتمع وأنا عندي أفكار ومهمة وبناءة في هذا المجتمع فلابد أن نتلقى إحنا الاتنين نتلقى بإيه؟ بالنقاش والحوار وده اللي بتديناه معاهم في دعوتهم حتى للحلقات النقاشية وورش العمل اللي كانت بيتم في التنسيقية لأنه أيضا بيتم برضو تقييمه أنت لازم تشارك لازم تتكلم عشان تعرف مواطن القوة والضعف فين السلوك النفسي أو السلوك الحدي ده هيظهر لأي مدى وتبدأ تتكلم معاه فمدى التطور اللي كنا بنشوفه يعني حضوره أول جلسة مزي يحضوره تاني جلسة أو تالي جلسة بيبدأ يسمع وجهات نظر مختلفة قعد فترة كبيرة مثلا في محباسه لما بيخرج كان بيسمع لونين دلوقتي بيسمع ألوان كتير بيسمع توجهات كتير فيه أراء سياسية كتير فابتدى ياخد ويد دي معه المحيط اللي قاعد معاه والناس اللي قاعدة معاه هنا السلوك بيبتدي يتغير ثم دعوتهم للمرحلة التانية لجلسات الحوار الوطني فبدأ يسمع ألوان أكتر وفيه أراء أكتر فيبدأ يراجع نفسه ويرجع يقولك لأ أنا كنت مقتنع بهذا الرأي ولكني أمين لهذا الرأي وممكن نتكلم ونتفاوض فيه واضفلك واضفلي يبدأ هذا النقاش يعني حالة الحوار الوطني دي حتى انعكست على المفرج عنهم إنه مستوى النقاش اللي الناس بتشوفه في الجلسات بدون خطوط حمراء وكله بيتكلم بأريحية ابتدى يدي طمأنينة وساعدنا كتير جدا في حالات الدمج المفرج عنه النوعيات الأكتر صعوبة في التعامل فيه أو تعامل في عملية دمجها وتأهيل هيمكن ده هيبقى آخر سؤال عشان ما يقول لنوقت خلص بسأنا مش قادر أفوت السؤال ده تحديدا مين يعني انت عارف فيه شبان كانوا داخلين مثلا وهم في أولى تانية جامعة وفيه آخرين من الرفاق اللي هم أكبر في السن من كده وفيه من الرفاق اللي هم أدي على سبيل المثال لواء أواخر الأربعينات وماك أنهي نوعيات كانت أكثر صعوبة مش بس في التعامل معه في دمجها وتأهيل فيه ناس هتخش الجامعة فأقولت لي وفيه ناس تانية هتخش الشغل وفيه وحد هيرجع لمراته وولاده الحقيقة أنه ما فيه شفقة بعينها هي الأصعب زي ما قلت لحضرتك أنه كل حالة ليها كيس مختلفة عن الحالة التانية يعني كل حالة ليها تحدياتها تتعامل فردي طبعا تتعامل فردي مع كل حالة على حدها بخصوصية وسرية تم حفاظا على بياناته وحفاظا على خصوصيته خصوصيته فبيتم التعامل مع كل حالة على حد فبتبدأ تشوف هو هيحتاج مجهود كبير في إعادة التأهيل والدمج ولا ممكن نبدأ معه من المستوى المتوسط ولا ممكن تبدأ معه ببعض الاحتياجات زي أنا عايزة أرجع شغلي فبيبدأ تقيمه والراجل ده كويس نفسيا كويس صحيا كويس فنبدأ نشتغل في إجراءات عودته إلى العمل وفيه حالات بتبدأ تحتاج تبدأ معه من الأول من أول التأهيل الصحي ثم التأهيل النفسي ثم نبدأ نشوف بقى بقية المشاكل اللي بيشوفها وده في النهاية احنا كلنا بنستهدف بناء مصارح سياسي جديد يناسب الجمهورية الجديدة ويناسب حالة الحوار والنقاش اللي السيدة الرئيس أتاحها والمناخ العام الإيجابي اللي أنا شايفه من وجهة نظري إيجابي جدا في هذه الفترة كله بيقول رأيه بكل أريحية والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضي طاهر أنا مبسوط جدا أحيا تقابلنا حقيقي يعني مبسوط جدا 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 بهذه اللجنة فلما بلاقي المشروع بتاعكو ده واللجنة دي بتنجح فعلا أنا مبسوط وفخور بيكم جدا أشكرك يا طاهر جدا 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 أنا أنا أحبب بأكد مع حضرتك أنه اللجنة مازالت مستمرة في أداء عملها مازالت مستمرة في تلاقي الطلبات على اللينك الإلكتروني اللي تم إطلاقه على صفحة رسمية لتنسيش شباب الحزاب والسياسيين وأحب أطمن السادة المشاهدين وجميع يعني طواقف الشباب من جيلي وأكبر وأقل من ذلك أنه الدولة فعلا فتحة ديها لكل أولادها المخلصين والتنسيقية عندها كوادر أدرا هي تضيف قيم إيجابية ومصار سياسي جديد لبلدنا أنا مشكورك جدا أطوال حديث طويل في الحلقة كان على حاجات متعلقة بالاقتصاد والاقتصاد السياسي وبالمهرجان بتاع العالمين وبالإجراءات الاستثمارية الجديدة ومؤتمر الدكتور مصطفى المدبولي الحديث الأخير في فقرتنا الرئيسية كان عمليا على مصار سياسي اجتماعي لو صح التعبير الحديث ده انعكس إنما يعكس إزاي دولة عندها من الثبات والثقة والنطج إزاي تتعامل مع المعارضة بتاعتك تتعامل مع المعارضة فيه سياق زي حوار الوطني تتعامل مع معارضة فيه سياق زي لجنة العفو تتعامل مع المعارضة فيه سياق زي منصة معمولة مشهورة ومعروفة طبعا زي تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين فيقولوا طب إحنا هنعمل بقى لجنة اسمها لجنة الدمج والتأهيل هؤلاء المفرج عنهم هنا إنت بتشوف النمط بتاع التفكير السياسي لهذه الدولة عشان كده لما بقولك عليك أن تفتخر بحاجة في مصر اسمها الجمهورية الجديدة بدأت من 14 ومستمرة وأنا تملى لها تمام ودماء دوام الاستمرار لسنين طويلة الطريقة دي بتاعت التفكير الطريقة دي خلصت الحلقة والأمر لله من قبل ومن بعد كريم رمزي هيبقى موجود معاكم بعد ثواني أما إحنا لو كان لنا العمر هنقابلكو التاني بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامت